موسيقى 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 السبب الحضور للمغرب هو أول حاجة صلاة الرحم مع الحبب لي و مع أخوتي المغربة اللي هو معزز علي الحمد لله والسبب الثاني هو باش دائما باش نساعد أخوتي المحتاجين والسبب الثالث باش نوقف واحد الناس اللي فاتوا حد ديالهم بالقانون حيث حنا فدولات الحق والقانون الحمد لله وأي واحد دخل الخير أدي اطلقاتي حاجاتي 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 ما تتخيش على بلكم ولكن حنا قلنا حنا ميدخلنا الخير خصنا نصبرو ولكن كين الصبر عندو حدو أنا منين تسبوني شفار قمارة شي جاري بالعمال طهروري دخلت لهذه الميدان أتسمعك ولكن باش دولي الأهل ديالي واختي ومي أي واحد من العائلة ديالي تبو مهدد والسبان وتعراق وخيانات الواطان إرهابي شفار قمار بزاف فاتوا حدود ديالهم بزاف والناس هادو قل كاسيدي أول مرة تهدد في شهر 11 2016 وعندي شيكاية في فرنسا في درجة فباري أنا وجاني اتصال متقوش عاشا المالك وعليس سيدنا يخلص المحامي على سعد المجرد قلت الأخوية أنا تنديل الخير سعد المجرد الله يطلق صراحه أنا متعبينيش هادكش بداتي هادر معايا شوف نعطيك شوية الفلوس ومتلقاش قل لعاشا المالك الأول وانت عندك جمهور أجي معنا ما يخصك شي خير هذا كتب شوف أنا روخات قلتني عاشا المالك والله ينصر صيدنا وبغيتي ولا كراتي هذا زازائري بعض الزازائريين كل احتراماتي للزازائريين ولكن هنطلق بعض الزازائريين باش متوصل للرسالة اللي هما قرابين البوليزاريو وانه كانت صالح معايا صالح معايا وبدتي هادر لي على سيدنا وعلى شهادة كدير هادك قنعتو قل انه قل لي اديت صالح معايا وما بقاش نجبد الكلمة لك ديالك قل له الا هادك ما نجبدو ليش من بعد انه مني شافني تنعاو الناس طلب لي الفلوس قل لي اخوي يوسف بغيتك تخلص علي الكراع واحد العامين وكشي قل تعطيني قطة وقتة قلتو انا فلوس المحسنين اخويا وميشدهاش اللي هما عايروني بخويا قالك علاش انت متعاونش خوك وفعلا انا عجبتني مني نعايروني بالكلمة حيث انا خويا ما نعاونوش فلوس المحسنين نعاونو فلوسي انا حيث هادك امان على رقبتي ما بغيش نعطيه ماشي هو هما بزاف يوم ما بغيش نعطيهم الفلوس ماهما بغيش يشدوها ولا خاكم ما بغيكون انهو علاش عاش المالك اعطينا الفلوس نعطي اوكذا كشي من خربك بزاف هما بغيش يطيحوني باي طريقة وااااااة تهديدا تراه اشيش اكثر متهديدا تلقيت انا بعد مني كنت في فرنسا تقول كاسيدي الى دخلت الى مغرب كوروليا وما كاملين و الزراوالي يما يدخل المغرب الزراوالي يما يدير و الزراوالي يما يفعل دخلت لمغرب داروا فيديوهات بالسيفti انه الزراوالي والله تنخربوا له عائلتو ونفعلوا له و تهديدهات الأختي لمويل عائلتي قاع اللي دافي اللي تاشبيت علي و ديد المسكنة و تسبوه بالقاتل بكل شيء جميع التهديدهات تهديدها ولكن المشكلة الغالبة على الامر على لماذا أنه قلو الزروالي شفار عنده ضرب 160 مليون وعندو عنده عنده علاش ماجابوش عد شي علاش مني مرقوولو نادو إرهابي ومني مرقوش إرهابي نادو تنعاول ببوري زاريو ونادو انو الزروالي خائل الوطان مي مرقوش اد شي كامل دازو الحاجة لي يعزيز على يهز انو تسبو ليموي بواحد الكلام اللي ما انقدرش نقوله واي واحد مايردارش الأم ديله تسبو بلانا الام تزبقى شي حاجه زوينه ولكن هاد الناس لماذا لا تيحاربونيش انا حيث ما قدوش عليها ولا تيقلبوا الحاجه اللي حاسه ديالي العزيزة عليها انا الام ديالي واخت ديالي تهدد انا فرنسا واختي عيتاتلي وقتلي يا جخو يرى السيوفة باب الدار وواحد تعيت لتي يقولي انا نصوّل لاختك انا معها اذا ما عرفت ما ندير انا في الغربة واختي تتغوّت وموية تتغوّت والسيوفة واندير اذا نخلكم انا وقم هاد المنبر تنقول كثير يجيبوا لي الدار ديال 160 مليون ويجيبوا السيارة ويجيبوا انا نصاب انا عرف انا راسي الصاب ولكن مش هدوني بالسيوفة مرقيتوا والو ديالي حاجه وحد اخرى هاتشي راحنا في دولة الحق والقانون والمغرب المخابرات المغرب راحوما تيعاونوا دول وحد اخرين ماشي هما يتسنكم تبجوا تقولوا لهم راحوما في 24 ساعة عندهم الزروالي اسهل حاجه يجيبوني فتقلوا وانا في بلادي الحمد لله اللي راحبوا بي وحد ترحيب من معمري انا في صراحة الله كما قال لي واحد الاستاذ من بعد وانج بدأ اسم دياله قال لي انت تتبعلك بانه انت راح حاق الراسك ولكن انا عندك شي حاجه زوينه في البلاد ورقيش بزاف ديالشي حويج لي كنت انا حاق الراسي ولكن صراحة الله مثلا تلقى شي واحد ويسلم عليها ويدعم عليها نبغي نعطيك كثر لبلادي وهذا ايما نبقى في الخير وخي وقع اللي وقعه اول واحد دا فعاليه هو عادي الميلودي عادي الميلوكي دا فعاليه تا هو بده تعيطه له وتي سببوله جوجه دياله بسكينه وي سببوله والديه وكلش مهاجر عماد بلف اسبانية تا هو دا فعاليه تا هو سببولالاته تا هو كلي دا ربيه شيكایا طرياني الخير تهو دا فعليا تهو تهديدات جواد مينالو تهو في تهديدات جواد مينالو عروبي جواد عروبي مينالو تهو مسكين في تهديدات تهو سبول والدي واحد سيد الباشير في بلجيكا تهو سبول والدي واحد الأخ مصطفى في مايوركا تهو سبول والدي ولكن هاد أصدقاء كامل اللي جبت والعرب بريس انهوا دخلتوا القنوات ديالهم كلهم عاش المالك هادو كلهم وطنيين تيحبوا المالك وهادو اللي ضدي لدخلتوا صفحة ديالهم كلهم ضد سيدنا الله ينصروا ولكن بيت نوصل واحد الرسالة الأخيرة ديالي واش اللي والتي ديال الخير ويحب الوطن دياله ويحب الخير وصلنا لما حكي لأنه رسالة غادي نوصلها وهي على رقبتي أنه واحد سيدة في باريس واحد سيدة كذلك في هولندا لأنه كانت سيدة للوطن دياله كتر ما تيحطي يوسف الزروالي أنا واقي له واحد في المياه وأنه محبسو ومنين هدرت معاهم قلت له ملاحظو قلت له حنا ما نقنتوش عليهم اللي شافوه تيدير شي حاجة للبلاد تينوضولو مساكننا القواد النساء فاشلين غير يوقفوهم ولكن أراه شي حاجة تددت أنا أراه شي حاجة منطح لكمش على بالكم أراه يوميا سباني يوميا شي حاجة ولكن صابر لأنه عندي حب البلاد في القلب ديالي وأنا ما تنديرش هاتشي باش نشدويسا وما تنديرش هاتشي لأنه باش نبان لأنه تندير هاتشي لأنه بلادي كبرت بدون حروب وشميت هواها وشربت ماها وكلت طعامها وخندير لدرت مرضت واحد في المياه لماليك محمد الساديس وبغيت هذا النداء يدوز تبقى ماليك رغم كل أعداء لأن الله سبحانه وتعالى خلقه فكر شمو ماليك إن الله يؤتي الملكة لمن يشاه وأنا دي نقولي عاش الماليك رغم كل ما يوقفشي أنا ديجي عندي أمي وقالتها اللي قتلي هردو السخ باركا ما تشي قلت له أمي أنا عزيز أنت علي وانت تجرتي ولكن أنا الخير را عندي في الدم وقلت له والخير والماليك وحب الماليك راه كيف كيف أنا ما يمكن ليش ما نديرشي فيديو ما نقولش عاش الماليك حتى أنا تنبغيها تسيد أما من حقي نقول أنت أخد راحتك أنا تنبغي عاش الماليك لحقكو ما كنشد السيد آخر كلمة كنت شتتنا ولكن هذك سيدة راتيك اللعصة علينا مسكين وغادي واش بغيتي الماليك يجي عيش معنا في براكا هراه ماليك عطاه الله وبنعماتي ربكا فحديت الله ينصره ويخليه لنا وقال لي عنده حب بالوطن في قلبه أنا تننادي الناس اللي عنده حب بالوطن أما الناس اللي عنده حب بالوطن أنا متيهمونيش أتبقوا ديما مورانا والمغرب إن شاء الله غادي في تاق الدوم والله ينصر سيدنا اشتركوا في القناة